بالنسبة للست أم كريم بتقول إن أختها كانت بتكلمها في التليفون وفجأة حلفت قالت لا أنا مش هكلمك مرة تانية كانت بتسأل برضو أسماء سؤال قبل الست أم كريم عن لها طلعت من غير يعني محرم إحنا قلنا قبل كده وده اللي عليه الفتوى برضو إن الرفقة الآمنة تقوم مقامها مقام المحرم العبرة مش نحد معايا كإني أنا قاصر لا هي العبرة إني أكون في أمان فإذا تحققت الرفقة الآمنة وهي الآن متحققة من وسائل المواصلات الآمنة في كل الأماكن وإنك بتطلعي ضمن فوج ومجموعة رايحة معاهم ورجع معاهم العبرة بالأمن العبرة بالأمن وهذا ما عليه الفتوى كذلك ولنا أدلة في ذلك نقشناها بدقة وبتفصيل في الحلقات المسجلة في الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بينوه إلى إنه سيأتي دمان خلاص بقى تسافر الضعين حتى ترتحل من الحيرة لتطوف بالكعبة لا تخافوا أحدا إلا الله تعالى يعني هيسود الأمن بدرجة إنها تسافر من هذه البلاد البعيدة إلى مكة وحدها لا تخافوا أحدا يبقى العبرة بإيه؟ يبقى أجمع بين الأحاديث اللي جات تنها المرأة عن السفر وحدها دون محرم مع هذا الحديث الصحيح يتحطوا جنب بعض فافهم إيه العلة؟ علة المحرم إنه حد يبقى معها؟ ولا علة المحرم موجود إنه يبقى فيه أمن عليها وحفاظ عليه؟ العلة الحفاظ عليه؟ إذا ده موجود؟ خلاص فالرفقة الآمنة تقوم مقام المحرم